ووزير الأوقاف الشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إن القيادتين السياسية الكويتية والمصرية حريصتان على توطيد أسس العلاقة الثنائية المميزة وأنجاح كل السبل الكفيلة بتحقيق التعاون الأمثل بين البلدين في ظل العلاقات الوطيضة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعاون قضائية من أهمها المواد الجزائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية كذلك بالنسبة حق اتفاقية تبادل المجربين والمحكوم عليهم هي بالفعل اتفاقية تصب في المصلحة العامة لكل البلدين هي اتفاقية نموذج هي الأولى من نوعها من حيث شموليتها لكافة ما يهم المواطن الكويتي والمواطن المصري وما يهم الدولتين بالضرورة وبعبارة مختصرة أستطيع أن أقول أنها غطت جميع النقاط الهامة إشادة مصرية بالعدالة الناجزة في الكويت من حيث ميكنت جميع الأعمال الخاصة بالأجهزة المعاونة للقضاء وتحقيق مشروع التقاضي الإلكترونية طلعنا على التجربة الكويتية في مجال التقاضي الإلكتروني ومعجابين بها أشد الإعجاب وأنا تحدثت مع المعالي وزير في أنه نبدأ من اليوم قبل الغد في الاستعانة بمفردات هذا الإنجاز الطيب العظيم وأنا أفتخر أنه يكون أول من يعاون جمهورية مصر العربية في مجال التقاضي الإلكتروني هي دولة الكويت الشقيقة مسائل مدنية وتجارية وجزائية تعد ثمرة تعاون متواصل بين البلدين في الشئون القانونية والقضائية مروم حرم تلفزيون دولة الكويت